اشتماع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد زياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة مع معالي السيد أنطونيو جوتريش ألمين العام للأمم المتحدة وذلك بمناسبة عقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقد نقل سعادة وزير الخارجية تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الطيبة التي يقوم بها الأمين العام لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العصر ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف الأمم المتحدة وأرساء دعائم الأمن والسلم والتنمية لجميع شعوب العالم من جانبه كلف الأمين العام للأمم المتحدة سعادة وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار ماربا عن تقديره للتعاون المتميز الذي تبديه مملكة البحرين للجهود الأممية وما حققته مسيرة التنمية المستدامة في المملكة من إنجازات بارزة وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر